مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حديث الغربة إذا تبعتوا الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي فستعرفون أن كل يوم مجموعة كبيرة ديال الشباب تتقامر بالروح ديالها من أجل الهجرة إلى الضفة الأخرى هذه وصمة عار في وجه الدولة المغربية لأنه هذه سنوات وهذه الظاهرة ديال الهجرة عن طريق قوارب الموت ولا أحد تحرك إلى ذلك الأحزاب السياسية أمر ما قامت واحد دراسة وتعرف لماذا هذا الشباب تغامروا الحياة دياله من أجل الخروج من ذلك الوطن هذه اللجان التي تدار في البرلمان والتي تدار هذه الدولة من أجل الدراسة المجموعة لأن هذه الدواهر ولم يتم إحداث مجموعة لتطرق إلى هذا المشكلة وهذه المشكلة للهجرة السرية لأنها مشكلة خطيرة ومشكلة خطيرة في الصميم دك الدعايات دياله بلدون من أحسن البلدان وعدنا كل ما هو كين من طبيعة وتروات فلاحية ومعدنية وبحرية كذلك هذه اللجنة ديال بن موسى لتستقبل كل مرة مجموعة بش أنه تضفي الشرعية على العمل ديالها لم تتطرق ولن تتطرق إلى هذا الظاهرة هذه لأن هذه الظاهرة خطيرة جدا أنه تضرب في العمق جميع المخططات اللي دارت ديال التنمية والمخططات الخماسية والمخططات ديال عشرين سنة كلها تضربها في صفر أنه شباب في مقتبل العمر تخرج ويأخذ القارب لكي وصلوا إلى الضفة الأخرى ولما يصلوا هناك يركعوا ساجدا وجميع الكاميرات موجهة إليه معنى كما تقولوا الكلب ماتي هرش من برلارتش فهناك واحد الخلال وهذا الخلال مساهمة فيه النخبة السياسية مساهمة فيه الحكومة مساهمة فيه كل مؤسسات لأن يجيل وتلقاء اللجنات ديال المشروع التنموي الجديد لم يتطرق نهائيا من هذه الظاهرة وهذا المشروع وهذه اللجنة ديال المشروع ديال التنموي الجديد لحد الساعة وأستغرب لماذا لم تستمع للمؤسسات المرتبطة بمغاربة العالم أسي بن موسى لا يهديك راكين مؤسسات ديال المغاربة العالم لا يحساب لك شاء لك أنت في باريز ولا أنك في ديك اللجنات ومعك واحدة مجموعة مدرحة ديال مغاربة العالم أنك ستكتب تقرير نيابة عنهم وفي غيابهم راكين مؤسسات دستورية وكين وزارة وكين جمعيات ديال المجتمع المدني يمكن هذه الجمعيات ديال المجتمع المدني يمكن أنهم يقدروا يتكلموا معكم لها الظاهرة ديال الرحيل من المغرب إلى خارج المغرب لأنه ليس رحيل ديال ناس تتبحت على الخبز ولكن تاكي رحيل ديال ديال أذمغاء وديال الكفاءات فمتى سنتكلم سنتحدث سنبحث على العلاج ديال هذه الظاهرة ديال هذه الظاهرة اللي تسيئ للمغرب وللمغاربة تسيئ لكل الاختيارات لأن لا يمكننا أن نوفر الوسائل لكي الشباب ولا الأدمغة تفكر أنها ترحل وتهاجر البلاد في الوقت الذي يريد أن تقلس في البلاد وتشتغل في البلاد وتنمي البلاد فعلينا أن نفكر جميعا في هذه الظاهرة ديال نزيف عدد كبير الآلاف من الشباب المغاربة إلى خارج المغرب وشكرا